أهلا بكم تتبعي أخبار المتخب الجزائري إذن الكواليس المصرية المغربية تنجح في تغيير نظام المباراة الفاصلة المؤهلة كيسعان في قطر 2022 حيث رسمي الحسابة وكانت رويترز للأخبار فإن كاف تتجين ترسيم المباراة الفاصلة من خلال المباراة واحدة في بلد محايد شهر جنوان المقبل وليس ذهاب لأيام شهر مارس المقبل وقد لجأ المغرب ومصر لهذه الكواليس لضعف متخبهما فإنه مستحيل أن تأهل متخب مصري مع مستوى الحالي الضعيف لكيستعان من خلال مباراة ذهابا وإياما خصوصا لوقع متخب مصر مع الجزائر ومباراة الإياب ستلعب في الجزائر لذلك الجأس مصر والمغرب لهذه الكواليس لتغيير النظام المنفسه فحسبكم هل هذا النظام سيساعد المتخب مصر الزائري بمباراة واحدة في بلد محايد أم أنه سيتعف الخطر لا تنسوا شرقاتكم ورأيكم وتعملنا بلايك ونشر فيديو وأشكرا